زار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية في دمشق وذلك للإطلاع على واقع العمل فيها والخدمات التي تقدمها للمصابين هن مختصين بالأطراف الصناعية شفنا أشخاص بدون طرفين نهائية نعم يتركبون من أطراف ومشي قدامنا وحضارة مشي الحياة شفنا الطرف الصناعي من أول ما يبلش كيف يتفصل لغاية ما يتركب على الرجل أو على الإيد شفنا مرضى موجودين بالجمعية وسألناهم كيف الخدمات قالوا ممتازة الحياة الجمعية كتير ممتازة الجمعية تتعنى بالمصابين والمتضررين جسديا ببتر الأطراف ويشرف عليها مجموعة من الشباب السوريين المتطوعين نحن عدد كبير عنا سنويا من المرضى طبعا جمعية خطوة ليست متواجدة فقط في دمشق هي تعنى بكل السوريين في كافة أنحاء جغرافية الجمهورية العربية السورية الحمد لله صار عنا ثلاث فرع مثل ما شايفينه هون في مدينة دمشق بالروضاء في عنا نحن بدرعة أيضا مركز مهم جدا مزود بأرقى وأجهز الأجهزة يعني خلال عنا معمل لتصنيع الأطراف الصناعية في وسط مدينة درعة وهو مركز شغال وعنا كمية مرضى كبير فيه من المنطقة الجنوبية بيخدم منطقة ليست درعة من المنطقة الجنوبية بالتعاون مع بصمة شباب سوريا عنا أيضا بالتعاون مع العازرية في ترطوس بمركز كفر سيتا أيضا عنا معمل كامل ومجهز عم نقدم خدمات الأطراف الصناعية عم نقدم خدمات العلاج الفيزيائي بالإضافة لخدمات الصحة النفسية اللي دايما هي دايما بتكون مترافقة مع تقديم عمليات تركيب الطرف الصناعي من البداية وحتى تسليم الطرف وذهابوا إلى المنزل هدفنا بهالخدمة اللي بنقدمها هي لحتى نحن نعطي مثل ما بيقولوا خطوة لقدم بخطوة لهالأشخاص لحتى يكفوا حياتهم القسم المركز مثل ما أنتم عرفتوها هلأ وشوفتوه متألف من قسم تقني قسم إداري من مصنع أطراف من نحة وتصميم من كات كام من كل هالأمور هاي بهدف واحد هو نعطي خدمة صحيحة تكون خدمة صحيحة وبنفس الوقت بوقتها وبنفس الوقت كما يجب للمريد وبيستاهلها تكون زو نوعية خطوة هي جمعية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هدفها تعويض الأطراف المبتورة صناعيا لكافة المتضررين من الأحداث في سوريا اشتركوا في القناة